بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في خضم هذه الأحوال التي نعيشها اليوم أجد من واجب أولاً أن أذكر نفسي وإياكم بأن الله تعالى هو المتصرف بأحوالنا قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير لذلك عندما تسوء أحوالنا يجب علينا أولاً أن نتوجه إلى كتاب ربنا الذي جعله الله تعالى هدى للناس قال الله عز وجل في ذلك من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وبالمقابل قال أيضاً ومن أعرض عن ذكري أي عن ديني فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى طبعاً لأن الله تعالى إنما خلقنا في هذه الدنيا من أجل عبادته جل وعلا لذلك قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون وقال أيضاً وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعندما يضل الناس عن الصراط المستقيم لا بد من البلاء قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولا يكفي هنا مجرد الإدعاء أي إدعاء الإيمان لذلك كذلك لا بد من الامتحان يمتحن الله عز وجل صدقنا في إدعائنا الإيمان قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فقط بالقول آمنا وهم لا يفتنون لا يمتحنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قد يسلط الله تعالى علينا إن انحرفنا عن الصراط المستقيم كبار المجرمين كما صلط فرعون على بني إسرائيل وهم أولاد أنبياء ثم ذكرهم الله عز وجل بقوله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم أي وهذه الأحوال كلها وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم لنعود إليه ولندرك قيمة النعمة الحقيقية التي من الله بها علينا ألا وهي نعمة كمال الدين كما أخبره وجل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من أجل ذلك لخص سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاع ذلك كله بقوله نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله سر عزتنا بتمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا ومن أجل ذلك أمرنا الله عز وجل أن نقدم الغالي والنفيس قال الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده وطبعا هنا لابد أن نعلم أيها الإخوة والأخوات بأن الله تعالى جعل الجهاد لتحصيل الإيمان الصادق الحقيقي يعني النتيجة الأولى المرجوة من الجهاد هي الهداية كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم يعني إذا رغبتم بالدنيا وذهبتم إلى المحرمات وتركتم خدمة الإسلام الجهاد عندها يصلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم فإذا التمسك بالكتاب والسنة مطلب رباني وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويعتزون بالكتاب والسنة من أجل ذلك خلقنا الله تعالى والواقع أيضا أيها الإخوة والأخوات يدعون للتمسك بالكتاب والسنة ألا نرى الحرب الكونية التي تشن على أهل السنة تحديدا تحت عنوين عديدة كلما بهت عنوان اخترع أعداء ديننا عنوين جديدة الحرب على الإرهاب الأصولية الإسلام السياسي التطرف ومؤخرا التكفيريين طبعا لا أنفي وجود أخطاء عند أهل السنة ولكن ما حجم هذه الأخطاء أمام حجم الظلم الواقع علينا سواء في فلسطين قديما وحديثا وفي أفغانستان وبورما والصومال وكشمير وسوريا ولبنان وغير ذلك وحدث ولا حرج هذا الظلم الذي يقع علينا على أيدي الصهاينة المجرمين ومن معهم كالإدارة الأمريكية وبعض الغربيين وروسيا وكذلك على أيدي المشروع الإيران الصفوي الجديد في إيران وفي الأحواز وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن واللائحة طول لاحظوا أيها الإخوة والأخوات مئات الآلاف من الضحايا من شبابنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا يقتلون بأبشع الوسائل وكأنهم حشرات يبادون فلا مشكلة لا عند المجتمع الدولي ولا عند غيره بل ينظمون خلافهم مع إيران المجرمة وتتقارب الشياطين من بعضها البعض على حساب دمائنا وأعراضنا بل وتصبح الحرب علينا في سوريا حرب وجود ويساعدهم علينا الحرب الإعلامية التي تصور التدين السني بالتطرف وخاصة عندما يشن هذه الحرب بعض التيارات العلمانية والليبرالية المحسوبة على السنة مع كل الانهزام السني بين هلالين العلماني والليبرالي أمام الغرب وأمام الولي الفقيه ماذا حصل قتلهم الولي الفقيه وخذلهم الغرب بل على سبيل المثال الصورة تتضح تماما في لبنان وسوريا فنجد 8 آذار يوزعون الأدوار بينهم لمحاربة السنة بالدرجة الأولى وطبعا وكل من خالفهم سواء 14 آذار وغير ذلك بيخفوا أحيانا العنوان الأساسي اللي بسموه تحالف الأقليات يعني تحالف الأقليات ضد من؟ ضد أهل السنة وتشويه إعلامي مركز على أهل السنة ألا يدعون ذلك كله من أجل أن نتمسك بالكتاب والسنة وأعيد وأكرر بالدرجة الأولى التمسك بالكتاب والسنة مطلب رباني ومن أجله خلقنا الله تعالى وفي الوقت نفسه يحرضون ضدنا وبنفس الوقت لا تجد أحدا من القيادات السياسية اللبنانية أو الدينية إلا وهو سقر من أجل طائفته فلماذا بالله عليكم نخجل بديننا وبسنيتنا أو لماذا نكون مع من يخجل بسنيته أو مع من يستغل السنة بل يحاربها بطريقة شيطانية وبمصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان اعتدال وتطرف يقتلون مئات الآلاف مننا بشتى أنواع السلاح براميل متفجرة وكيماوي ومذابح ومجازر بالسككين مؤخرا في النبك ويأتون بالشبيحة من كل مكان لقتل أهلنا وإخواننا ويرفعون رايات ويهتفون بهتافات مذهبية حاقدة وسبع أيار في لبنان والتخوين والقتل والتفجير وقصف عبرة ومسجد بلال والآمنين والمدنيين من تلت مارلياس الشيعية ويعتبرون الحرب حرب وجود بل ويحولون أجسادنا في طرابلس أجساد شبابنا وأطفالنا ونسائنا أمام المساجد يحولون أجسادهم إلى أشلاء ويتهموننا نحن بالتكفيريين نعرف من وراء التفجيرات وخرج يهدد الأمن والقضاء بل وخرج سيد المخادعة بمقابلة تلفزيونية يبرر له لماذا لا ينبغي أن يمثل أمام القضاء وهنا بالمناسبة أقول لإخواني في طرابلس لن توقف الدولة المجرم على عيد ابنه لن يوقف القضاء اللبناني المجرم على عيد وابنه ولن يوقف الجيش بين هلالين اللبناني المجرم على عيد وابنه بل كما رأى كل الناس على التلفاز الجيش اللبناني يحمي بيت رفعة عيد وعلى عيد حاولت 14 آذار لاستيعاب حزب الله وشبيحته من 8 آذار استيعابهم لبنانيا وقدموا لهم التنازلات تلو التنازلات وصلت إلى التنازل عن الدماء ونحن أيضا نصحناهم مرارا ولكن بدون جدوى فما كان منهم إلا الاستكبار والتخوين والإلغاء والقتل لذلك أدعو جميع اللبنانيين ومنهم الشيعة إلى أن يعاملوا أصحاب المشروع الإيراني وشبيحته على أساس أنهم أعداء وليسوا بشركاء وهاشم السلمان خير برهان أقول لإخواني وأحبابي في صيدة اشتأت لكم كتير الله أعلم كم أنا مشتاق إليكم وأتألم لآلامكم لا سيما عندما اشتدت سطوة الاحتلال احتلال حزب الله وسرايا المخادعة في صيدة أوصيكم بوصية الله تبارك وتعالى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين الحقيقة ظنات أنا بعد ما فضح الله تبارك وتعالى حقيقة من كان يدير معركة عبره اللي هو حزب الله وحركة أمال وشبيحتهم ظنات أنه حيكون في مسؤولين يتحلوا بشيء من العقل يسارعوا يضبضوا في ضيحتهم وفضيحت الجيش وفضيحت المخابرات ولكن لم أرى منهم إلا مزيدا من التنكيل والظلم على شبابنا وعلى أهل صيدة نصيحة هون لله تعالى أغلقوا هذا الملف وأطلقوا صراح الأسرة نصيحة سأوجه بإذن الله تبارك وتعالى رسائل متعددة فيما بعد منها للعلماء ولأهل السنة عموما ولبعض الإسلاميين ولأربعة عشر آذار وللمسيحيين ولآل سعود وغير ذلك في الأيام القادمة بإذن الله تبارك وتعالى كما وسنقدم لكم بالصوت والصورة أدلة جديدة تظهر مع من كانت معركة عبره فتابعوني على تويتر بإذن الله تبارك وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين